الصين بخفض جديد لليوان نلقي نظر على أسعار الصر في العمولات الرئيسية وللتعليق على تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري استاذ نور نتحدث عن اليابان رغم الخطة الكبيرة التي طبقتها اليابان عام 2012 لإنعاش اقتصادها إلا أننا نراه اليوم ينكمش لأدنى مستوياته ما الأسباب وراء ذلك؟ نعم انكماش الاقتصاد الياباني نوعا ما خلال أولا شهدنا نموهم خلال الفترة الماضية لكن أيضا شهدنا مرة أخرى عودة للانكماش هذا الانكماش الأولي الذي شهدناه خلال العام الماضي كان بسبب رفع ضريبة المبيعات وهذا الشيء الذي أجل قرار الحكومة برفعها من جديد لكن الانكماش الذي شهدناه المرة هذه يعتبر أو لدينا عديد من علامات الاستفهام وعلامات السؤال لأنه يشير نوعا ما أنه بغض النظر عن الانخفاض الذي شهدناه في أسعار الطاقة والذي أدى إلى ارتفاع في الادخار بالنسبة للأسر اليابانية إلا أنهم لم يقوموا بالاستهلاك من جديد وهذا الشيء أيضا مرة أخرى يعود إلى الكلتشر أو يعود إلى مرة أخرى إلى حياة المواطن الياباني من جديد الذي غير هو معتاد نوعا ما على الاستهلاك كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك من جديد الفترة المقبلة ستحمل لدينا المزيد من الأخبار قد نشهد المزيد من التدخلات من البنوك المركزية منهم البنك المركزي الياباني بمزيد من التسير الكمي أو أن يحدو حذو باقي البنوك المركزي التي لازالت الآن تقوم بمزيد من تخفيض عملاتها من جديد نعم ماذا بالنسبة للبيانات الأمريكية البيانات الأمريكية التي صدرت في الفترة المؤخرة متناقضة بيانات الإسكان بيانات التوظيف اليوم المؤشر الصناعي لماذا نرى هذا التناقض في البيانات وماذا تأثيره على الأسواق نورديم نعم هذا الشيء الذي لازالت وكننا نحذر منه في ADS Security منذ أن تم وقف التسير الكمي منذ أن انتهت الأزمة المالية العالمية وحتى اليوم كل ما يتم وقف التسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية تعود الأرقام إلى التراجع حتى أنه إلى الآن وبالرغم من انخفاض أسعار النفط على مدار العام الجاري ومنذ أيضا العام الماضي لم نشهد التأثير الإيجابي لانخفاض أسعار الطاقة على المستهلكين لذلك في الوقت الحالي يجب متابعة الأرقام بشكل دقيق الرقم الذي ظهر اليوم نوعا ما هو يعتبر دستوربنج أو يعتبر رقم غير إيجابي بتاتا بالنسبة على الأقل للفدرال الأمريكي استمرار الأرقام بالتناقض قد يستمر خلال الفترة المقبلة وهذا الشيء الذي قد يجبر البنك الاحتياطي الفدرالي على تأجيل مرة أخرى لرفع سعر الفائدة في سبتمبر المقبل يكمن السؤال الآن أن معدلات التدخم لازالت في انخفاض والأرقام تأتي بشكل متناقض وبشكل أكبر نحو السلبية أكثر مما هو إيجابي لماذا الفدرالي سيقدم على رفع سعر الفائدة وآخر شيء هناك شيء مهم أيضا من نسبة رفع سعر الفائدة إذا ما نظرنا إلى قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية السندات في هذا القطاع وصلت إلى مرحلة قرب مستوى التخلف عن السداد الجميع يعلم ما تبعت فيما لو بالفعل تم رفع سعر الفائدة في ذلك الوقت نعم شكرا لك كنت معنا كبير استراتيجية الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري ختام نشطة الاقتصادية والآن عودة إلى شانتال